اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبخوت بن احمد بن حربي بن سالم العامري ينطلب بانطلاقة هذا الشوط متواجدا على صدارته من الجانب الاخر وتابع التسللات والانطلاقات وانطلاقته هنا في هذه اللحظات هرمز بدأ يتسلل حمد بن عبدالله بن عيد المنصوري بدأ يقدم لنا هرمز على ثالث تحديات بينما ثالثا اتابع هنا شعار هملول الواصل في هذه اللحظات وانطلاقتي شعار راشد بن محمد بن بخيد المحرمي رابعا اتابعي القدوم والوصول في هذه اللحظات من شعار سلهود يقدم لنا مرموق في هذه اللحظات شعار مبارك بن ضرشون مصالح العامري بينما اتابع خامسا خامس الاسماء والواصل في هذه اللحظات وصل الليث في هذه الاثناء احمد بن مبارك بن ميف المنصوري اتابع الاسماء المنطلقة وهنا من الجانب الاخر من يتواجد على سادس المراكز اتابع حداد امحمد بن سالم بن حوتة العامري وسابعا اتابع المنطلق في هذه اللحظات والواصل في هذه الاثناء من الجانب الاخر هنا على ما يبدو لي انطلاقة ووصول في هذه اللحظات نسم الواصل من الجانب الاخر هناك الرقم غير واضح حتى هذه اللحظات مع لحظات اختلاط الشعارات واندفاعها في هذا المستوى الكبير وهذا الاداء التلقائي يسلوم يسلوم ياهي اسماء ياهي شعارات اختلطت الامور اختلط الحابل بالنابل في هذا الشوق ولكن مقدمة الشوق اعود من جديد لتابع الامور الرنج على المقدمة الرنج بدأ يتسلل وصلوا ابناء الدوحة وراجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري بينما ذانيا وتابع وتابع الاسم القادم ووصول في هذه اللحظات نسن مبخوط بن احمد بن حربي بن سالم العامري وصل ثانيا بينما ثالث التحديات وتابع الاسم القادم وتابع الشعار الواصل هنا في هذه اللحظات شاهين فارس من معضد بن محمد المزروع هذا الشعار القادم في هذه اللحظات وتابع شاهين احمود بن سالم بن رغش الوهيبي وصلوا ابناء السلطنة لينطلقون في هذه اللحظات ويتسلطنون في هذه الأشواط وتابع الاسم القادم وتابع الشعار القادم وصل امشوش امبارك من سالم بن راشد الساعدي ولكن وتابع شعار طيار الوثبة وصل في هذه اللحظات لينطلق مع ثروز حمد بن عبدالله بن عيد المنصوري ولكن 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 الامور في خطر الأمور في خطر ولكن ولكن بن عقيل بن عقيل منطلق مع مقدمة شوت ووصلوا ابناء ووصلوا ابناء الابيض وصلوا ابناء يبرزمان انطلقوا مع المراكز الامامية شاهين 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 أحمود بن سالم بن رغش الوهيبي وصل وانطلق مع شاهير في هذه اللحظات أبناء برزمان دائما النموس معهم في آمان إن لم يكن لأبناء الشحانية كلام آخر هنا مع الرنج وشعار راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابة المري الأربعمية مثل الأخيرة وصل شعار طيار الوثمة ليقدم لنا هرمز ولكن ولكن أبناء الأبيض أبناء السلطنة نعم مع شاهير أحمود بن سالم بن رغش الوهيبي الحصى في لبطان الحصى قوس حركوا حركوا وانطلق شاهير انطلقوا انطلقوا مع السلامات التي غادرت إلى أبناء السلطنة سلام عليك يا أبو محمد سلام هذا الفوز وهذا الانتصار مع شاهير حمود بن سالم بن رغش الوهيبي بينما ثانيا وتابع الرنج راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابة المري وثالث وصل أخير مز حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري ورابعا وتابع هناك قدوم وصول شاهير فارس بن معضد بن محمد المزروعي وخامسا كان الوصول مع ليث وأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري إذا شعر هنا أبناء السلطنة مع شاهير حمود بن سالم بن رغش الوهيبي ست دقائق بدون ثواني وجزئين اثنين من الثانية تهانينا والناموس لأبناء السلطنة على هذا الفوز بينما ثانيا وتابع القادم منالك الرنج الشعر راجح بن حمد بن طالب بن عقيل النابت المري ست دقائق ثانية واحدة وخمسة أجزاء من الثانية بينما ثالثا حلاء فرمز الشعر حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري وتوقيت الزمن كاس دقائق وثانيتين بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لجميع الفايزين